انت من فترة كده كنت سلفتني خمسمائة روبية فاكر قريب ها طبعا فاكر لكن انت ايه اللي فكرك دلوقتي ها؟ اكيد فاكر هانسى ازاي انا منساش اللي بتعمله معايا انا بس قلت استنى لما تيجي فرصة مش اكتر بقى هو كده ومستنى ايه بدل معاك حد حيشك اصلا انا بصراحة بدأت مشروع شمسيات كلفني امتين الف روبية لو اشتريت خمسة هعمل لك تخفيض هديلك الوحدة بمئة روبية وكده تبقى خدت فلوسك صح؟ انا دلوقتي بس عرفت يا فيبوتي انت شايفني ازاي ازاي؟ انت اكيد شايفني اغبأ انسان في العالم كله عايز تضحك علي هو انا مش سلفتك خمسمائة روبية هاخد هدومك لو ما دفعتهمش جرب وشوف ان هعمل فيك واسمع انا مش عايزة تخفيض الخيب بتاعك ده خلاص؟ ازاي بس فكرت بيه حاجة للمتخلف ده ده ما بيفهمش كان لازم اكلمه ولا هعبره في ايه؟ ها؟ لا مفيش اي حاجة احنا بصراحة سمعنا اللي انت قلته انتو مالكو انا اقول اللي انا عايزه فاضيين فبتتصنتو على الناس؟ ها؟ لا ما بنتصنتش احنا عندنا هودن كويسة وانت صوتك كان عالي فانت اتكلمت وانحنا سمعناك واللي سمعنا ده بقى يخصينا وبما انه هو يخصينا احنا قررنا اننا هنتكلم معاك وايه اللي يخصوكو في كلامي؟ ها؟ يخصينا انك عملت مشروع الشمسيات بص ما تفهمش غلط انت فاشل بس شكلك برضو شبه الناس المحترمة ليه؟ تتعب نفسك سيب المشروع واحنا هنديه ايوه فكر فيها كويس خري الجامعة محترمة ووقف بيبيع الشمسيات لما الناس اللي في كامبور يعرفوه اكيد بعدها مش هيحترموك تاني يبقى ترتاح انتها وتسيبنا نعمل لك المشروع وما تحملش ابدا هم التجارة دي لعبتنا هو انتو حلكوا حاجة غير هدومك وتعرفوا اتبيعوها ها؟ لو سمحت بقى دي كده اهانة مش هنقبلها صحيح انت متعرفناش شمسيات ده ايه؟ دي شغلنا سهلة طبعا اسمع العرض بتاعنا بقى احنا هنبيع الشمسيات بتاعتك وهناخد عشرة في المية من المكسب بتاعنا والباقي يبقى ليك اتفقنا؟ طب ولو خدتوا الشمسيات وهربتوا ها؟ يا راجل ده كلام انت زينا فاشل عمرك شفت في الدنيا شلة فاشلة زينا بيخضروا ببعض صح يا سلام عليك مع ان الغبي بس بتتكلم صح بجد ايوه على فكرة احنا متأكدين كويس ان التعامل معاك فيه مكسفة لكن الشغل اهم احنا متأكدين كويس ان التعامل معاك فيه مكسفة